في خرجة جديدة للمتحدث باسم حزب التيار الشعبية التونسي محسن النابتي يؤكد أن ما يقوم به الرئيس قيس سعيد هو مجرد تصحيح للمصارى الديمقراطي والانقلاب الحقيقي حدث في يناير 2011 مع بروز بعض الوجوه السياسية التي أخرجت الثورة من سياقها الحقيقي الانحرافات تمت عندما تمت الانتخابات انتخابات أساسا انتخابات المجلس الوطن التاسيسي وفازت فيها حركة النهضة التي طبقت أجندة ليست أجندة الثورة بطبيعة الحال وهذا الانحراف بدأ بعد المسادق على دوسورة 2014 فعندما لم تستجب هذه الحركة إلى مطالب الشعب التونسي لو تم تحقيق العدل ما وصلت تونس إلى قرارات الخامس والعشرين يوليو حسب النابتي وهو ما يؤكد مرة أخرى أن إجراءات الرئيس قيس سعيد مشروعة وتدخل ضمن المدى الثمانين من الدستور التونسي حسب متابعين بالنسبة لإجراءات خمس وعشرين جمهورية التي تخذها رئيس جمهورية لا تعد من قبل الانقلاب وأنما هي استخدام الفصل الثمانين الذي ينص على أنه في حالة خطر داهم يمكن لرئيس الجمهورية إعلان حالة الاستثناء وحالة الاستثناء بطبيعة الحال هي من قبيل الإجراءات الدستورية الديكتاتورية والتي يمكن بمقتضاها أن يجمع السلطات بيده ثلاث بطبيعة الحال لكن هذه الفترة ينبغي أن تكون فترة قصيرة لا يمكن أن تتعدى أجل المعقول والأجل المعقول هو زوال الخطر الدهم عدم تحقيق العدالة في الدولة التونسية الرئيس قيس سعيد أكد أن بحوزته ملفاث ثقيلة تثبت تورط أطراف سياسية وبعض القضاة فيها وفي مقدمتها وثقة البراهمي التي تم إخفاؤها ثم إتلافها وهي مؤشرات يرى فيها مناصر الرئيس قيس سعيد أنه في طريق الصحيح لتطهير البلاد من من قال عنهم أنهم يخدمون أجندات بعض الدول الخارجية ترجمة نانسي قنقر